السلام تراري مزراوي يقدم مباراة كبيرة بعد ملعبك أساسي وهذا نظر أن تقلقهم في أخر مباراة في شابة موسلي قديد بارشلونة صراحة باير ميونيغا الحوالي الذي تعجبوني فيهم هو أنهم مكراحموش سواء فرق صغير سواء فرق كبير كلعبوه جدية وتنفسية وكعمروا الفرق لكلعبوه ضدهم المواجمين الأقوية تقلق سينيغالي ماني وأيضا جمال موسيالا وقنابري مزراوي سراحة نقدم أداء جيد جدا على موسيال الدفاعي وأيضا كان يقدر السلسل كيطلع وكيعاون لجوم لكن مشكلة كبيرة كيعاون الدفاع عكسه ديفيز اللي كيزعمه وكيراوغ وكلعب حرية أكبر على موسيال ورجاء اليسرى مزراوي بقي مستش هذا نيفو هذا باش قدر يدري بلتاوه ولعب براحته ومشكل كبير لكن عموما الحاجة يعجبه أنه هو بدك تعقلم وبدك يفهم فلسفة در ناكل سمان وللعب أرياحية ولعب بالأقل وكما كنقوله كلعب واقف ومن الحوج زوان في بايراميوناخ وأنا اللاعبين ديالا كيبدوش واحد جود كبير بحيث تسيطوا علمات وكلعبوه بطريقة جميلة وتيكي طاكا وكيوصل المرمى وتكون أكثر فاعلية ومن الحوج يتروف علمات الخوج وأنا برقوق اللاعب مغربي تخلف حاولي دقيقة السين يعني لعب حاول نصف ساعة وقدم مرضو جزيد وأيضا سدد واحد الكورة كان قدر تجري منها المهم بعد على قدر مباراة في رجلة وبدك رجع بشوية شوية لكن صعيب يكون في المونديال بحيث أنه يلا رجع فاتشارة ده عكس مزراوي اللي صراحة أنه حكيمي أظهر ديالنا من خبوشة اليوم ديما أساسيين ديما اللاعبين غيكونوا حاضرين مزيان إلى ما طرش إصابة لقدر الله لكن المشكلة كان حاليا هو ضاري أو لا ضاري على مستوى النشأ يجرى ناقص بزاف مع بريست وأقدر لقدر الله رجع من الإصابة واشا غادي غام ربيه واشا غادي عاية للقندوس هذه أسئلة مهمة لكن عموما المغربة ديالنا بدوكوا يلاعبوا ان شاء الله وفرصك